إذن مشاهدين نشير إلى العواجل التي ظهرت تمامكم على الشاشة وهي عدد من الأوامر الملكية والتي تقضي بإعفام معالي الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنت وزير الحج والعمرة من منصبه وتكليف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء أيضا من ضمن الأوامر الملكية بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن لعام الف واربعمائة وثمانية عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث لعام الف وثلاثمائة وواحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم الرابع عشر تقسيم أربعة عشر بتاريخ الثالث من الشهر الثالث لعام الف واربعمائة واربعة عشر للهجرة أولا يعين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه أمر ملكي بعور الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن لعام الف واربعمائة واثنين عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث لعام الف وثلاثمائة وواحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث لعام 1414 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه أمر ملكي بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن لعام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم العاشر بتاريخ الثامن عشر من شهر الثالث لعام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على أمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث لعام 1414 للهجرة أمرنا بما هوات أولا يعين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن لعام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم العاشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث لعام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 78 بتاريخ التاسع عشر من الشهر التاسع لعام 1428 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 143 بتاريخ العشرين من الشهر السابع لعام 1435 للهجرة أمرنا بما هوات أولا تنهى خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بسليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا ثانيا يعين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير ثالثا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبدالعزيز آل سعود